اهلا وسلم بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم غلال الخبر والتي سنناقش فيها وروها اللاجئين وتعليم الأطفال في موريتانيا وذلك من خلال مناقشتنا لضيف هذه الحلقة الأستاذ صو مامدو وهو أستاذ جامعي ومهتم بالقضايا الإفريقية دكتور بداية ماذا عن تعليم أطفال اللاجئين في موريتانيا لأنها إشكالية ربما أثارت جدا كبيرا وتطرح الكثير من التحديات بسم الله الرحمن الرحيم على أي بالنسبة لتعليم الأطفال اللاجئين هي كتعليم الأطفال الموريتانيين لأن التعليم حق وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أطلب العلم ولو في الصين والتعليم هو حق لكل شخص لكل كائن بشري لأنه هو الذي يساعدك على معرفة دينك بالنسبة للمسلمين ويساعدك على معرفة حقوقك وواجباتك وبالنسبة لهؤلاء اللاجئين أطفالهم يعتبرون كأطفال المواطنين ونظرا لأن موريتانيا انضمت إلى اتفاقية حقوق الطف فلابد لها أن تحترم حقوق الأطفال بالنسبة لجميع المجالات التي يستحقها الأطفال من تعليم وما شابها ولهذا فإن تعليمهم واجب على موريتانيا وحق من حقوقهم وإن كانت لديهم حقوق أخرى والتعليم أيضا ركيزة الأمة هناك من يقول إذا أردت تدمير أمة يعني فألعب أو أعبث بتعليمها وهؤلاء سواء كانوا لاجئين من مختلف الدول فأطفالهم تمدرسوا انطلاقا من مخيم بيرة ومرورا بأي نقطة يوجد فيها طفل لاجئ فذلك من حقه كما قلت حسب اتفاقيات حقوق الطف فذلك حق من حقوقهم ونظرا لأن موريتانيا وقعت وصدقت على هذه الاتفاقية حيث أن الاتفاقية قبل تصديق عليها أو قبل إدخالها حيزة النفاذ لا بد من مراجعة القوانين الوطنية لتتناسب مع الاتفاقية الدولية لأنها تسمو عليها بما فيه أم القوانين الذي هو الدستور جيد إذن تعليم الأطفال اللاجئين بصفة عامة في موريتانيا وخاصة كما ذكرت بالنسبة للاجئي أمبر الذين قدموا منذ فترة من جمهورية موالي الشقيقة والتي أيضا أمبر يقطن فيها حسب بعض المصادر ما يزيد على ألف مائة ألف مواطن مالي ولا شك أن الأطفال هناك بنسبة أيضا معتبرة هل تعتقد بأنه إذا من طلقنا من برك نموذج أن تعليم أطفال اللاجئين الذي يفرضه القانون وتفرضه الاتفاقيات الدولية خصوصا مرتبطة بالطفل وحقوق الإنسان هو بالنسبة في موريتانيا يواجه تحديات على أي بالنسبة للتحديات الدولة تتحمل مسؤولية أولا هناك مسؤولية استقبال أشخاص أجانب عن وطنهم والذين ربما تنطفق عليهم قوانين أخرى ولكن كيفما كان الحال لا بد من الحفاظ عليهم ولا بد من احترام حقوقهم ولا بد من إرضاء حقوقهم ولكن لديهم أيضا واجبات تجاه دولة التي هم يقيمون فيها ولهذا فإن التعليم كما قلت هو حق من حقوق هذه الأطفال من هؤلاء الأطفال عفوا ولكنه أيضا هناك التزامات على هؤلاء المواطنين الالتزام بها يعني مثلا احترام قواعد التدريس احترام المنهجيات وعدم محاولة فرض طريقة أو أخرى لصالحهم من يجب أن يخضعوا لما والدليل على ذلك هو أنهم يعني هناك منهم من يدرس باللغة الفرنسية نظرا لأن مالي دولة لغتها الرسمية هي اللغة الفرنسية يعني أمور فموريتانيا لم تحاول فرض اللغة العربية عليهم وإنما احترمت دستورهم واحترمت قوانينهم وهذا يمكن القول ومن هنا يمكن القول بأن موريتانيا يعني حافظت على عاداتها وتقاليدها يعني تجاه القانون الدولي واضح وهل يحق لهم الاعتراض مثلا على اللغة العربية فيما إذا قررت لهم لأنهم سيدرسون بالمناهج التعليمي الموريتانيا أم سيدرسون بما سيتم الاتفاق عليه وما سيتفرض الاتفاق على أي بالنسبة لهؤلاء اللاجئين وضعيتهم تختلف عن وضعية المواطن الموريتاني يعني فلغتهم الأصلية هي اللغة الفرنسية ولا أعتقد بأن موريتانيا يعني ستحاول يعني خرق قوانينهم الوطنية خرق دستورهم أعتقد بأن احترام دستورهم يعني ستلتزم به موريتانيا ولهذا يدرسون باللغة الفرنسية وفي حال ما إذا تم تدرسهم باللغة العربية ورجعوا إلى وطنهم سيكونون في وضعية مغايرة يعني لحياة من درس في مالي ولهذا أعتقد بأن موريتانيا ستحترم يعني قوانينهم الوطنية إذن من الناحية التربوية والتأستاذ جامعي هل تعتقد بأن تأذيراته والخلفيات اللجوء أصلا التي أدت بهؤلاء أن يلجعوا إلى أي بلد كان مثلا في موريتانيا لجوء كثير من المواطنين من دول مختلفة وخاصة جمهورية مالي الشقيقة الأسباب أصلا أسباب اللجوء والإكرهات التي يواجهها اللاجئ والتحديات التي تواجهه كلاجئ وتواجه البلد المستضيف هل هذا سيؤثر على نفسية أطفال هؤلاء ويجب مراعاته في المنهج التعليمية على أي أتوا هنا متأثرين قبل أن يصلوا موريتانيا وغادروا بيوتهم متأثرين لأن كل أسرة أتت إلا وتركت خلفها أقارب وتركت خلفها منزلها يعني هم أتوا متأثرين وهذا التأثير ربما يصاحبهم حتى يرجعوا إلى أوطانهم ولكن أعتقد بأنه من الوهل الأولى يعني سيحاولون التعايش مع البيئة التي هم فيها لا بد أن يتنازلوا أو أن يتخلوا عن بعض العادات والتقاليد لا أقولوا يتنازلون عنها كليا ولكن عليهم أن يحاولوا الاندماج داخل المجتمع الذي يعيشون فيه وأن يحاولوا التأقلم مع البيئة التي هم فيها ولكن كيفما كان الحال أعتقد بأن هناك أشياء تترك لهم من حيث العادات من حيث التقاليد من حيث القوانين المنطبقة عليهم في بلدانهم سواء كانت مالي أو دول أخرى لأن اللاجئين في موريتانيا ليسوا ماليين فقط بل هناك جنسيات مختلفة يعني جنسيات متعددة لاجئة في موريتانيا ولكن كيفما كان الحال فيجب الأخذ بخصوصيات كل مجتمع على حدة أو كل طائفة وكل مجموعة أتت من بلد آخر إلى موريتانيا ولهذا أعتقد بأن مناهج التدريس هذه تحترم خصوصيات كل بلد فهناك بلدان ناطقة باللغة الفرنسية وهناك بلدان ناطقة باللغة العربية وهتان اللغتان وهما المعترفتان بهما على القلب من حيث التدريس وإن كانت هناك اللغة الإنجليزية تدرس إلا أنه في الإدارات نستعمل اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية لا تستعمل في الإدارات ولهذا ربما نظرا لأن اللغة الإنجليزية أيضا تدرس في المدارس فبالنسبة للأطفال القادمين من الدول الأنجلوسكسونية ربما يجدون وسيلة للتمدرس طبعا ربما يتذير إشكالي تلاجئين إشكالية أخرى وهي مهمة خصوصا لكم في مجال التعليم ومجال البحث هي إشكالي التأذير والتأثر لأن هؤلاء لم يأتوا من فراظ هم أتوا من ذقافات مختلفة من بيئات مختلفة بيئات تكوين معينة ويريدون الاندماج في مجتمع آخر أي مجتمع الموريتاني من يؤثر على من؟ اللاجئ أم المجتمع المستضيف؟ على أن أعتقد بأن قضية التأثير والتأثر هذه ربما تنحصر في المجتمع يعني بدون الوصول إلى التعليم لأن التعليم كما قلنا فهي قضية محسومة أما تأثيرهم على المجتمع أو تأثيرهم في المجتمع ربما يتأثرون بالمجتمع أكثر مما يؤثرون نظرا لعددهم القليل بالمقارنة مع المجتمع فلا أعتقد بأن المجتمع يحاول إرضاءهم اجتماعيا بل عليهم أن يحاولوا التأقلم مع المجتمع ودليل على ذلك أنهم في بعض المرات غالبا حينما يكون الشخص داخل الدولة أجنبية إلا وتعلم لغتها لأسباب عدة لابد له من الناحية الاجتماعية أن يجد طريقا يتفاهم بها مع المجتمع فهناك من يتكلم الفرنسية وهناك من يتكلم هناك من يتكلم بالعربية وهناك من يتكلم بالإنجليزية ولكن ليست عامة الشعب من يتكلم باللغات الحية ولهذا فلابد لهم من محاولة التعلم ولو بعض المصطلحات يعني باللهجات المحلية أو اللغات المحلية وهذا نلاحظه لدى بعض منهم مثلا حينما يكونون مضطرين للتفاهم مع الشخص لابد من أن يحاولوا يعني معرفة بعض المصطلحات كما هو الحال بالنسبة حتى لرعايا الدول الأخرى داخل الدول حينما يأتون إلى هذه الدول لابد من تعلم لغاتهم ليست الدولة هي التي تتعلم لغتك بل أنت الذي تتعلم لغتهم لتتمكن من التعايش معهم كما ينبغي إذن طبعا تعليم أطفال اللاجئين دائما ما يقضون إلى إشكاليات مهمة وهي إشكالية الاندماج الثقافي مثلا أطفال هؤلاء اللاجئين غدا هم رجال المستقبل سواء كانوا جزءا من المجتمع الموريتاني من حيث التنشئة ومن حيث التعليم أو كانوا حاملي ثقافة موريتانيا في حالة العودة إلى بلدانهم الأصلية ماذا عن الاندماج الثقافي خصوصا لأطفال اللاجئين وللاجئين بصفة عامة؟ على أي بالنسبة لهؤلاء اللاجئين وضعيتهم ربما تختلف عن الشخص الذي غادر بلاده طوعا إلى دولة أخرى يعني رأينا أن هناك الدول تستقبل مجموعات طلابية لكي تؤثر عليها حينما يكونون في مناصب عليا يعني تحاول التفاهم معهم ولكن بالنسبة لهؤلاء اللاجئين فوضعيتهم تختلف لأنهم لم يأتوا أولا بمحض إرادتهم ثم ثانيا لم يأتوا للتفكير في التأثير أو التأثر بل أتوا فقط للجوء داخل هذا البلد أو داخل بلد آخر وإنما همهم الأساسي هو متى الرجوع غدا إلى أرض الوطن وحينما يرجعون إلى أرض الوطن يحاولون يعني إعادة حياتهم الطبيعية التي كانوا عليها ولكن بالنسبة للبعثات يعني الأكاديمية التي تسافر إلى بلدان أخرى وترجع لتشغل مناصب هامة وهؤلاء هم الذين يمكن الحديث عنهم في قضية التعامل مع البلد الذين درسوا فيه ولهذا فنجد العديد من الدول تستقبل يعني بعثات من دول أخرى نفس الشيء بالنسبة لفرنسا مع مستعمراتها وبعض البلدان مع مستعمراتها أو بعض الدول الجوار يعني تستقبل بعثات طلابية وفي نهاية المطاف قد يجدون على الأقل عددا قليلا قد يعني تكون تأثرت بهم في حال ما إذا شغلت مناصب هامة يكون هناك تعاون أو تبادل في بعض المجالات التي قد تساعد على تطوير أو تنمية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالنسبة للتأذير دائما خصوصا فيما يسمى بالتأذير الثقافي هل تعتقد بأن هؤلاء اللاجئين قد يكونون سفراء للثقافة الموريتانية مستقبلا لأن هؤلاء ليسوا لاجئين فقط وإنما هم يحملون مشاريع ثقافية يحملون مشاريع بالنسبة لطموحاتهم الشخصية منهم الفنانين منهم الرسامين منهم الموسيقيين منهم لديهم جوانب أخرى يشتغلون فيها قد تؤثر على المجتمع فعلا الموريتاني أو قد يشكل اندماجهم في المجتمع الموريتاني خصوصا في المكونة الثقافية عامل تقوية أو تعزيز سواء في الموسيقى وما إلى ذلك إلى أي يمكن أن يؤثر هؤلاء في تشكيل فساء من الثقافات المختلفة على أي هؤلاء بالنسبة لي يمكن أن تكون هناك روابط شخصية أو روابط خصوصية يعني بدون التأثير بصفة عامة فإذا ما نظرنا إلى وضعيتهم يمكن لهم رفض بعض العلاقات مع بعض الشخصيات ولكن الذهاب إلى درجة التأثير شخصيا لا أعتقد ذلك لا يمكنني القول بأنني أستعبد ولكن لا أعتقد ذلك لأن ظرفيتهم تحتم عليهم التفكير أولا في كيفية الرجوع يعني هناك من يحاول حقا هناك من سيحاول الاندماج لأنه متى تم الاندماج داخل مجتمع قد يسهل لك ذلك روابط يعني توجد لك مخرجا يعني للعيش الكريم وحتى أن هناك وحتى ربما بعض الوظائف الخصوصية يمكنك أن تشتغل في الخواص وما شابها ولكن كيفما كان الحال فبالنسبة للاجي غالبا ما يفكر أولا وقبل كل شيء إلى رجوع إلى وطني هذا سيقودني إلى نقطة مهمة وهي الفرق بين اللاجئ والمهاجر وهذا يقودنا فعلا للستراتيجية الموريتانية للجوء والتحديات التي تواجهها على أي بالنسبة للاجئين يمكن القول بأنهم يعني هنا أشخاص غادروا دولهم لأسباب سياسية لأسباب سياسية ويلتجئون إلى دول أخرى أما بالنسبة للمهاجرين يمكن القول بأن يعني جميع الدول حاليا تعرفوا مهاجرين إلى بلدان أخرى ويستقبلون مهاجرين فحركية الهجرة هذه أصبحت ظاهرة دولية مثلا لدينا رعاية دول أجنبية وهناك لاجئون سياسيون مثلا بالنسبة للاجئ السياسي هؤلاء لديهم وضعية خاصة خاصة قد يكونون حتى تحت المراقبة في حال ما إذا أرادوا الرجوع إلى بلدانهم ربما تكون هناك مساطر إدارية وإجرائية للرجوع وبالنسبة للمهاجر يمكنه أن يغادر البلد في أي وقت شاء وهؤلاء المهاجرون قد تكون وضعيتهم تختلف لأن اللاجئ قد تكون له امتيازات كثيرة مثلا هناك من يتقاضى بعض شيء من طرف المفوضية العليا للاجئين هناك من تهتم به الدولة ووضعيتهم تختلف نوعا ما حسب الظروف جيد ماذا عن التحديات التي تواجه المقاربة الموريتانية في مثلا اللجوء سواء كان سياسيا أو عن طريق بأسباب أمنية وما إلى ذلك خصوصا اللجوء من المنطقة التي توجد فيها موريتانيا على أي بالنسبة للاجئ والمهاجر هناك التزامات تجاه الدولة لا بد لهذه الدولة أن تحميهم لا بد أن توفر لهم الأمنة لا بد أن توفر لهم الصحة لا بد أن توفر لهم التعليم ولا بد أن توفر لهم العديد من المسائل زد على ذلك فاللاجئون غالبا ما يكونون في نقطة حدودية وهؤلاء تأمينهم قد يكلف الدولة الكثير والكثير يعني تأمينهم من الدولة التي فروا منها أو لمنع يعني الإختلاط ما بين أو حتى التصادم ما بين اللاجئين والدولة التي فروا منها إذن هناك أموال طائلة تنفط على هؤلاء اللاجئين أو حتى على المهاجرين لأن الناحية الأمنية بمفردها يمكن أن تكلف الدولة الكثير والكثير زد على ذلك مسائل أخرى كما قلت متعلقة بالأمن الغذائي متعلقة بالأمن الصحي متعلقة بالتعليم متعلقة بأشياء أخرى وحتى ضبط حركيتهم ويعني ضبط حالتهم ومحافظة على الأطفال والنساء والضعفات ناحية الأمنية طبعا الهجرة هناك هجرة شرعية وهناك هجرة شرعية في إطار الهجرة الشرعية تحدثت عنها لأن هناك الكثير من المهاجرين الشرعيين لكن أيضا هناك هجرة غير شرعية والتي طبعا تدخل في إطارها الاتفاقيات الدولية التي وقعتها موريتانيا خصوصا الاتفاقيات التي وقعت بإسبانيا أو وقعت مع إسبانيا للحد من هجرة الشرعية أنت كمهتم بالشون هجرة غير شرعية هجرة غير شرعية على أين هناك اتفاقيات وهناك تفاهمات بين موريتانيا وإسبانيا وبين موريتانيا وأوروبا بصفة عامة لأن موريتانيا أصبحت مؤخرا معبر لهؤلاء المهاجرين فأولئك الذين كانوا يعني يدخلون أوروبا عبر ليبيا فنظرا لأن ليبيا تعرف نوعا من الحرب ربما أصبح توجههم هناك يشكل خطرا عليهم ولهذا فضلوا العبور من موريتانيا لأنها دولة الحمد لله لا تعرف الحرب الأهلية ودولة مستقرة مستقرة عفوا ولهذا فحولوا وجهة نظرهم من من النيجر إلى ليبيا حولوها إلى موريتانيا حيث أنه بالنسبة لدول الأوروبية هناك دول الأوروبية أرسلت قواتها إلى النيجر لتوقيف هذه الهجرة غير الشرعية التي كانت تمر من النيجر إلى ليبيا ومن ليبيا إلى أوروبا ولهذا حولوا وجهة نظرهم إلى موريتانيا عفوا ولهذا اهتمت موريتانيا اهتمت أوروبا عفوا بإيجاد اتفاقيات مع موريتانيا للحد من الهجرة غير الشرعية أما أولئك الذين يذهبون إلى أوروبا بطريقة شرعية لا يحتاجون إلى بل يحتاجون فقط إلى قطع التذكرة بعد حصولهم على بعد حصولهم على التأشرة لذهب إلى أوروبا إذن هل تعتقد بأن هذه المؤشرات الإيجابية التي تحدثت عنها استقرار موريتانيا موقعها الاستراتيجي والذي مثلا لجوم أوروبا لها للحد من هذه الهجرة غير النظامية وغير الشرعية هل تعتقد بأنها تعزز مثلا الموقع الموريتاني أكثر في مجال مكافحة الهجرة في مجال الاتفاقيات الدولية وتقوية موريتانيا في المنابر الدولية كشريك فعال وكدولة تمتلك موقع استراتيجي مهم خصوصاً في أوروبا على أين بالنسبة لأوروبا ستحاول دائما التفاهم مع موريتانيا لأن هؤلاء اللاجئين يشكلون عباً جسيماً على أوروبا ولا سيما وأن حتى أولئك الذين كانوا في السنغال يمرون عبر موريتانيا ولهذا دول الأوروبية ستحاول دائما يعني التفاهم مع موريتانيا للتوقيع على بعض الاتفاقيات والمساعدات سواء مساعدات مالية أو مساعدات أمنية أو مساعدات استخباراتية لأن هؤلاء اللاجئين يستعملون طرقاً لا أقول بأنها متقدمة جداً ولكن يصعب السيطرة عليها أو يصعب ضبطها لأنهم يستعملون وسائل عدة ومختلفة ومختلفة من حيث الأمكنة يعني القوارب التي يستعملونها في بعض المرات يكون من الصعب ضبطها ولهذا فلابد من استخبارات ووسائل تكنولوجية يعني جد متطورة وتحاول أوروبا ضبط هذه المسائل قبل أن تصل إلى حدودها ولهذا فكما قلنا نظراً لأن موريتانيا دولة مستقرة ولا تفصلها عن أوروبا سوى مسافة قصيرة وربما ينتهزون ضعف الأمن سابقاً ويعني ملاءمة الجو أو لا أدري ماذا كان يعني لا يمكنني حصر كل ما يستغلنا واضح لأن الوقت بدأي وليك سؤال أخير هل تعتقد بأن للاجئين بصفة عامة في موريتانيا دور في التنمية يقصى أن اللجوء دائما ما تصاحبه أيضاً اللجوء بالنسبة لهؤلاء اللاجئين هناك لاجئون يحصلون على يعني على مساعدات مالية وهذه المساعدات المالية ينفقونها داخل موريتانيا ولهذا يمكننا أن نقول بأنه ربما تكون لديهم يعني بعض الجوانب الإيجابية من الناحية الاقتصادية لا سيما أولئك الذين يتمتعون بمساعدات أما بالنسبة لأولئك الذين يعني لا يتمتعون بمساعدات من طرف المفاوضة العليا للاجئين فأكيد أن هناك منظمات دولية تساعدهم وهذه المساعدات كلها إن كانت مادية أو مالية يعني يتم إنفاقها في موريتانيا ومشاركتهم في يعني على حد قدراتهم نظرا لأن قدراتهم محدودة ولكن مثلا مرة رأيت مشاركتهم يعني يمكن القول بأنها رمزية أكثر ما هي يعني واقعية أطفأ الحرائق وقد إلا أنه قد يسببون أيضا ضررا بالنسبة للبيئة في بعض المرات إذن كما قلت مساعداتهم تتمثل حسب قدراتهم المالية قدراتهم الاقتصادية واضح كسؤال أخير في دقيقة تقريبا هل تعتقد بأن الأوضاع التي تمر بها منطقة الساحل والصحراء والتي موريتانيا طبعا تشكل بوابة لأوروبا نحو إفريقيا السوداء بصفة عامة هل تعتقد أن الظروف الأمنية أساسا كانت عاملا لتزايد أو تنامي ظاهرة اللجوم على أي بالنسبة للاجئين الماليين يعني كانت الأسباب أسباب أمنية بعد الحرب الأهلي يعني بعد الإنقلابات وبعد تدخل الجماعات المسلحة واشتباكاتها مع النظام المالي حدثت مشاكل وحدثت يعني العديد من أنواع الاقتتال وهذا ما أدى بهروبهم من أماكنهم إلى موريتانيا ونظرا لعدم الاستقرار السائد في دول الساحل كل ذلك سيؤثر سلبا واضح شكرا لك الأستاذ صوب ومهتم بالشؤون الإفريقية كنت ضيفا معي في ظلال الخبر من هذه الحلقة شكرا لكم أيضا المشاهدين الكرام على حسن المتابعة إلى الزرقاء شكرا اشتركوا في القناة